ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء أعمال الجلسة الاعتيادية للمجلس اليوم وتقدم سمو رئيس الوزراء بالشكر إلى معالي وزير العدل وشوني الإسلامية والأوقاف للعرض الذي قدمه في المجلس اليوم حول تنفيذ حكومة مملكة البحرين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقص الحقائق وركز سموع الأهمية التقرير وأشهد بالاهتمام والتقدم بالإنجازات التي تمت في المجال الحقوقي بما يحقق العدالة والأمان ونقش المجلس أيضا سبل تطوير وتنسيق العمل بين السلطات الثلاث بما يجعل هذا التعاون أكثر فعالية وتنظيما دون المساس بمدأ الفصل بين السلطات كما ونقش المجلس مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال وتخذ في شأنها عددا من القرارات